تمكنت البعثة الأثرية المصرية اكتشاف خمس مقابر أثرية بالمنطقة الواقعة شمال غربي هرم الملك مررع بسقارة اكتشافات تأتي بعد فترة عمل وبحث واستكشاف استغرقت أكثر من ستة أشهر لتضيف تميزا وانفراضا جديدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة خمس مقابر من عصر الأسرة الخامسة والسادسة تدخل ضمن اكتشافات الحضارة المصرية القديمة بمنطقة سقارة عن طريق بعثة مصرية خالصة بعد عمل دام لأكثر من ستة أشهر نحن النهاردة في مكان جديد مكان دي يسمى جنوب سقارة وهو هرم ميرن راع لبسيوس عمل حفير سنة 1948 اكتشف الهرم ما كملش بقى حفير ما سبره جه سنة 1881 عمل حفير وطلع بقى التابوت وطلع المومي بتاعته اللي موجودة في متحف إيم حطب وتمسال جميل جدا من النحاس وذكر انه على بعد 100 متر تقريبا فيه مقبرة لإيارة وتوقف محدش لمس المكان من سنة 1881 احنا طبعا هنا شغالين بعثة مصرية خالصة تابعة لوزارة الأسار برئاسة الأستاذ دكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للأسار شغالين في هذا الموقع لأول مرة منذ سبتمبر 2021 حتى الآن اكتشفنا مجموعة من المقابر من عصر الأسرة السادسة الفرعونية تنوعت الاكتشافات بين مقابر وتوابيت وبعض التماثيل الخشبية الصغيرة والأواني الفخارية بالإضافة لألوان وقصص مكتوبة على الحوائط لتاريخ الملكة بيتي وبعض الأطباء والمشرفين المقابر هنا عبارة عن وحدات أنا عندي هنا اكتشفت لحد وقتنا هذا لأن السيزون بدأ من 1-9 ومازال لسه شغال بتوجهات سيادة الوزير ودكتور مصطفى وزيري ومدير عامسة أرى دكتور صابر ودكتور محمد ويسف فبدأنا في الوحدات الوحدات عندي اللي بيطلق عليها بيرجد بيت الأبدية عبارة عن وحدات فيها بير رئيسي لكن فيه أبار جنبيها يعني أنا عندي 108 بير موجود في المنطقة كلها شغالين في الموقع هذا بإننا الحمد لله 17 وربنا أنعم علينا بالمقابر اللي احنا اكتشافنا لحضرتك صورتها دي وده بفضل الله سبحانه وتعالى أول واخير أما بالنسبة للعمال العمال اللي شغالها معنا احنا بنتعامل كلتنا رجالة رجل واحد مجهودات مستمرة في مجال الآثار والاستكشافات تأتي بدعم من القيادة السياسية للتأكيد على انفراض الحضارة المصرية القديمة بأسرار وأفكار جذبت أنظار العالم قصص وألوان تبهر العيون رغم مرور آلاف السنين تراها منقوشة على أسوار مقابر المصرين القدماء بمنطقة سقارة التي كانت وما زالت أكثر المناطق غناء بتاريخ علم العالم قديما وحديثا كريم بيبرس التلفزيون المصري